الآن ارتفع صوت الحق من هنا من جنبات الحرم المكي الشريف إذاناً لصلاة العشاء هنا في الرحاب الطاهرة توافد المصلين والطائفين إلى الحرم المكي الشريف وأيضاً التوسعة السعودية الثالثة إذا زميلاً أيضاً المصور يحاول يوجه الكاميرا إلى التوسعة السعودية الثالثة حيث توافد المصلين لهذه التوسعة المباركة استعداداً لأداء صلاة العشاء كما تعلم زميلي في ظل هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد هناك الكثير من التنظيمات التي أقرت لحماية المصلين وحماية الطائفين هنا في الحرم المكي الشريف كل تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأيضاً الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هناك أيضاً إجراءات تقدمها الرئاسة للمصلين ولي الطائفين هذه العبوة التي تشاهدها عبر كاميرا الإخبارية هي عبوة ما زمزم استحدثتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوزيعها على الطائفين وعلى المصلين داخل أروقة الحرم المكي الشريف وذلك أيضاً أثناء تدية الفروض هناك إجراءات أيضاً تواكب هذه الإجراءات الاحترازية العديد من هذه الإجراءات استحسنها المصلون واستحسنها الطائفون إدارة السقية زمزم أيضاً تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية والبشرية أيمن اسمح لي إذا قاطعتك فيما ذكرت حول العبوة العبوات هل هذه العبوة بديل لمضخات المياه المتمثلة في البرادات وخلافه؟ نعم أقول ما ذكرت عن العبوة التي يقومون بتوزيعها في الحرام هل هي بديل لبرادات المياه؟ نعم كما تعلم هناك إغلاق لكافة المشارب في الحرم المكي الشريف وأيضاً رفع كافة الحافظات داخل أروقة الحرم المكي الشريف منذ إصدار هذه الإجراءات والاحترازات للحفاظ على سلامة الطائفين والمصلين فبالتالي هذه العبوات صغيرة الحجم هي بديلة للمشارب داخل أروقة الحرم المكي الشريف وأيضاً هي بديلة للحافظات أي من يحتاج لهذه العبوات داخل الحرم المكي الشريف عبوة عبوتين أو ثلاث عبوات يتم تزويد المصلين والطائفين بهذه العبوات انتشار كل من يعمل في إدارة السقية زمزم داخل أروقة الحرم المكي الشريف سواء صحن المطاف أو كل الأدوار العلوية انتشار كل من يعمل في إدارة السقية زمزم من خلال الحافظات متنقلة تحفظ برودة زمزم المبارك وبها العديد من العبوات تتم توزيعها بشكل مستمر على المصلين وعلى الطائفين داخل أروقة الحرم المكي الشريف فبالتالي هناك أيضاً إجراءات تقابل تلك الإجراءات الاحترازية التي تؤمن المصلين وتؤمن طوافهم وتؤمن كل تحركاتهم داخل الحرم المكي الشريف من خلال تزويدهم بماء زمزم المبارك أيضاً نتحدث عن نقطة مهمة جداً وهي عن وحدة التطييب داخل الحرم المكي الشريف أيضاً يلاحظ المصلون ويلاحظ الطائفون داخل أروقة الحرم المكي الشريف أن وحدة تطييب الحرم المكي الشريف أيضاً هي تعمل بعد الفروض بشكل مستمر تطييب الحرم المكي الشريف من خلال المباخر وتطييب بدهن العود ودهن الورد جميع أطراف الحرم المكي الشريف مما أيضاً يستحسنه المصلون ويستحسنه الطائفون داخل الحرم المكي الشريف فبالتالي لله الحمد والمنى جميع الاحترازات على أكمل وجه داخل الحرم المكي الشريف الآن تقام صلاة العشاء هنا في الرحابة الطاهرة